بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد من عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركته مع تفسير صورة قريش من خلال كتاب الجواهر واللآل المصنوعة في تفسير القرآن العظيم بالأحادث الصحيحة المربوعة للمحدث والفقه والأصولي عبد الله بن عبد القادر التسليدي رحمة الله عليه صيغة تفسيره وهو أنه يعتمد على الأحاديث التي تتعلق بتلك الصورة شعاره في ذلك آية من صورة النحلي وحديث نبوي صحيح الآية من صورة النحلي قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى الخطاب من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم والمراد بما يبينه للناس هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية احتلان استغنية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن فالقرآن يوضحه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بكلام الله من غيره أما الحديث النبوي الشريف الذي يؤقد ضرورة الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفهمي كلام الله قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه نقرأ صورة قريش سيقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإلافي هنا يتنقل لهادوك المدريرين اللي تيعلموا الوليدات الجزاهم الله وخيرة خصوم ولا المعلمين اللي تيعلموا الوليدات ما تعلموهمش الأخطاء رهتتبقى لصقى فيهم هدك الأخطاء وخيكبروا وخيح تضسين حزب تيبقى ذك شي أنا تنعرف شيخ من الشيوخ وخرج عليه دي بزاف اللي هم اللي تقرأوا القرآن ورغم ذلك صورة الفاتحة تيدير فيها واحد الخطاء بالنسبة للجويد فحيتي يجي يقول ولا الضالين تيقول لك غير الموضوب عليهم ولا الضالين حفظها كوال الضالين وحيتي يجي لصورة الشعارة تيقرأها صحيحة لأن أحفظها من بعد هو اللي هي ولا تخزني واغفر لأبي إنه كان من الضالين تيقرأها صحيحة وحيتي يجي لصورة الفاتحة تيقرأها تضالين وقلت لها ليه؟ قلت لها ودي دبان حيتي يكون تيقولها بلا شعور تيقرأها وتضالين فلهذا هذو كل الوليدات أمانة في العنق قد ينحفظهم صحيحة هذو لإيلاف من يمشيوش يقرأوها خطأ لإيلاف ما عنده شليا لإيلاف قرش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذو الصورة الكريمة فيها ربعا ديالآيات وهي صورة مكية نزلت قبل هجرة الرسول صحيحة من مكة المدينة من الخصائص دياله هذو الصورة الكريمة تتعد صورة قريش من القصار ديالصوار لهذا هي جاية وردة في الحزب ديالسبيه وتعددات الخواص ديالها فهي صورة مكية نزلت في القابلة ديالقريش وموردش الذكر ديالاسم قابلة قريش في القرآن كله إلا في هذو الصورة هذي وتتجي الإلف في هذو الصورة هذي في هذو الآية الكريمة بمعنى الضم الإلف فكش عاش نقوله اللافة اللافة يؤلفوا المؤلف شنو هو؟ جمع جمع فليهذا الإلف لإلافي هذي الإلف هذة اللي ورد هو الضم والجمع والوحدة والقصد هنا هو التوضيع معنى كيفاش كانت قبيلة ديالقريش تتجمع البضائع وتتوجه بها في شتاء اليمان وفي الصيف نحو الشان فكانت قريش تتعيش بنعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى بهذه الرحلات ديالها التجارية لهذا جاء التذكير من الله سبحانه وتعالى فهذه الصورة الكريمة بدك شي اللي تفضل به سيد ربي ومن به على العرب قديما برحلتي الشتاء وصيف لأنهم كانوا تيعبدوا غير الله شكول اللي هيئلي وما تشاهده الله فليهذا يعبدوا هذا اللي هيئلي وما تشاهده فليهذا كانوا تيعبدوا غير الله وهو الرب ديالبيت اللي تيعيشوا جنبو اللي هو البيت الحراب اللي هي الكعبان المشرفة آمينين مطمئنين كما أنهم تيمشيوا لأي بلا سبغاو بالاسم ديال هاد البيت هاد لتيرعاهم ذهابا وإيابا سالمين هاد تذكير تيثير شومية الخاجال في القلوب ديال الناس ونفسهم ولكن هاد التذكير هاد ما نفعش وما ما أثرش في الظل ديال الجاهل يلمون حارفة على العقل والمنطق ديال هاد القراشيين هادو اللي ما أمنوش وحاربوا الرصوص على السلام رغم أنهم هو من القبيلة ديال هوم وعارفينه وعارفين الصدق ديال هوم وتعددات الخواص والمقاصيد ديال سورة قريش وغدين شوفوا أبرز هاد الخواص هدي أولا بينتنا سورة قريش أن النعم ديال سيد ربي سبحانه وتعالى على العباد دياله كثيرا وسيتعد الإيمان بيه سبحانه وتعالى أعظم هاد النعمة دي بالإضافة النعمة ديال الأمن اللي متن الله سبحانه وتعالى بها على كل مسلم واذكرها في سورة قريش باش يذكرهم بأنه هو سبحانه وتعالى دون سواه لطعمهم وكسهم وأمنهم ثانيا من الخواص ديال هاد صورة الكريمة سورة قريش واضحة هاد الآيات من الصورة بأن الدوام ديال هاد النعم هدي اللي نعم الله عز وجل بها على العباد دياله والبقاء ديالها ما تيكوش إلا بالشكر دياله سبحانه وتعالى وبالإخلاص ديال العبادة ليه سبحانه وتعالى بالإضافة لوجب اتباع الأوامر دياله والاجتناب ديال النواهي دياله باش تبقى هاد النعم وإلا فإن النعم تزول بسبب الدنوب ويأتي النقام ثالثا بينات هاد الآيات هدي من صورة قريش بأن الشكر ديال النعم تيكون بالقول وتيكون بالفعل وتيكون بالقلب كما أن الفقدان ديال هاد النعم هدي تيكون بالدوام على المعاصي والدنوب نشاهد الأحاديث الصحيحة الوردة في صورة قريش سيقول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبوا ضرب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جفض صورة قريش حديث درجة دياله حسن فيه تشريف القريش دون سائر القبائل العربية للذكر ديال السمية ديال القبيلة ديالهم صريحة في القرآن أنجيبوا هذا الحديث هذا اللي سيرويه أن البخاري في تاريخه والتبراني والحاكم وصحها وابن مردويه والبيهقي وحسنه الحافظ العراقي عن أم هانئ وهو الصحيح بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الله قريشا بسبعين فضل الله قريشا بسبع خلال أني فيهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منهم من قريش وأن النبوة فيهم الثانية شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديدته بلا نبي فهو هذه خصيصة الثانية النبوة كون الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الثالث الحجابة والرابعة الصقاية وغالين بسنوها الكلمة هذه وأن الله خميسا نصرهم على الفيل حتى واحد ما جاي قد باش غادي يتعرض لأبراها الجيوش دياله ما ديرهو مش بالخيل ولا بجمل بالفيل حتى تسمى فيل وتسمى صورة لفيل وجاي باش غادي يطحن لك عباء والله سبحانه وتعالى نصر بدون حتى واحد من قريش اللي غادي يقاتله تصدى الأبراها والجيوش دياله والفيل اللي كايد فلهذا نصرهم الله عز وجل خامسا ساديسا وأنهم عبد الله عشر سنين لا يعبده غيرهم وأن الله السبعا أنزل فيهم صورة من القرآن هي صورة قريش ثم تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعنهم من جوع وآمنهم من خوف الخصال والخلال هو جمع خصلة شوحدين تيقولك خصلة لا خصلة بالفتح ديالها وهي الخلق في الإنسان تيكون إما فضلة أو نذلة الحجابة اللي هي خص بها الله عز وجل القريش أي السادة ديال الكعبة مكلفين بالكعبة والتولي ديال الحفظ ديالها والكسوة ديالها والعناية ديالها والصقايا هي الصقايا ديال الحجاج هي تشريف تيتم سقي ديال الحجاج بماء بزبيب ونحوه تكريما لضيوف الرحمن أما قريش هذي اللي مسمي صورة قريش شنو يا قريش تسمى قريش من القرش شنو القرش هو التكسب والجمع يقال فلان يقريش لعياله ويقترش معنى تيكتسب وهم كانوا تجارا حراسا على جمع المال وقيل من غير عاود لأن اللغة العربية الكلمة تتخذ معاني متعددة قيل من المعنى ديال قريش من القرش هو من تقرش الرجل إذا تنزاها عن مدانس الأمور الحاجة الدنسة تتنزع لها وتترفع لها أو من تقارشة الرماح في الحرب إذا دخل بعضها في بعض قول الله سبحانه وتعالى لإلا في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف سألوا إن الإمام أحمد في المسند وابن كثير في تفسيره عن أسماء بنت يزيد دين ابني السكن الأغلبية ديال علماء الحديث دين أسامة ولكن ابن كثير رحمة الله عليه تيستدرك هنا يوتي يقول لك رخاطة رهلر والحديث هي أسماء بنت يزيد دين ابني السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف ويحاكم يا معشر قريش ويعبدوا ربكم الذي أطعامكم من جوع وآمنكم من خوف قوله تعالى الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف تروينا ابن جرير التبري في تفسيره يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله الذي أطعامهم من جوع يعني قريش أهل مكة بالدعوة ديال سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي دعاه وقال في سورة إبراهيم في سورة البقارة سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب الله عزوج لك كما جاء في سورة البقارة رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق هالأمن الرزق وارزق أهله من الثمرات معنى ذلك أنه أمنه مما يخاف منه من لم يكن من أهل الحرام منه من الغرات الهجومات الحروب القتال والأمور اللي كانت العرب سيخاف بعضها من بعض اذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة واحد الجانيب النعم دياله سبحانه وتعالى على قريش ليهما جوج ديال النعمات النعمة ديال الأمن من الخوف والنعمة ديال الغداء الغداء هاجج النعمة توجب العبادة ديالله حدودنا سواه وفهذا الآية واحد فإذا لكل الناس ويأنا اللي كان آمن معنى مؤمن مؤمن في موطنه أو مسكانه وعند الرزق دياله فهي من أعظم النعم عليه التي توجب عليه الشكر بالقول والقلب بشدوم هد نعم هدي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه أبد الآبدين والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله